اخبار اليوم واجزاء من اسلحة وعدد وادوات تستخدم في تصنيع السلاح بناء على اذن صادر من النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بيك بالاسكندرية من ضبط سلاسة عاطلين اثناء استقلالهم سيارة وبحوزاتهم خمسون طربة لمخدر الحشيش واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حواد السرقات عملاء البنوك بمطروح بكسر زجاج السيارات مستغلين موسم الصيف والاقبال على شواطئ المحافظة تمكنت مدرية امن مطروح من ضبط عناصره باحد الاتمنى المعدة لهم واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقات ومع التزاحم على شراء تذاكر القطارات يستغل البعض ذلك ببيعها بالسوق السوداء قام مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجولة بمحطة سكك حديد مصر وتفقد شباك التذاكر ووجه بانتشار الخدمات الامنية لضبط المتلاعبين باسعار التذاكر كما تفقد سير العمل بمحطة متر الشهداء واجراءات التأمين بالمحطة واصل قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية زيارته لدور الايتام في اطار جولات ميدانية على دور المسنين والايتام للوقوف على احوالهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الامنية التي يمكن تلبيتها في اطار سياسة الوزارة وتوجهاتها في دعم قيم ومفاهيم المواطنة وحقوق الانسان